بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنت أدبي هل يمكنك في روسيا أن تدرس مثلا طب أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو مثل هذه التخصصات العلمية الجواب هو نعم لكني سأشرح هذا الموضوع بالتفصيل المميل لماذا؟ لأن كل ما يقال لكم هو فقط نعم وفقط نقطة لا يقولون لكم ما خلف السيطان فهذا ما سأقوله في هذا الفيديو صحيح أنه في روسيا حتى إذا كان لديك شهادة التنوية العامة أدبية ويمكنك في روسيا أن تدرس طب أن تدرس هندسة أن تدرس أي تخصص أن السيستيم تعليم نظام تعليمي في روسيا لا يهمه لا يهم فيه أي باكالوريا أو أي شهادة التنوية عامة لديك أدبية أو علمية أو شيء آخر كذلك لا يهم النقطة لا يهم هل نجحت بمثلا عشرة أو أكثر لا يهم النقطة هل متوسط أو نقطة مرتفعة جدا فهم؟ كذلك لا يهم السن سواء عمرك 18 سنة أو عمرك 30 سنة أو عمرك 40 سنة ستأتي وتدرس في روسيا بشكل عادي إلا في بعض الجامعات الخليلة التي لديها سقف يعني في السن تقريبا 45 سنة أو شيء من هذا القبيل لكنها نادرة جدا لكن ما لا يقال لكم ما لا يقولونه لكم هو أنه بعدما تحصل على الشهادة في روسيا مثلا لديك شهادة تنوية عامة أدبية وحصلت على الماجستير مثلا أو البكالوريوس في روسيا طبية عندما ستعود في بلدك سوف ترمي شهادتك حرفيا سوف ترميها لماذا؟ لأنك إنما تريد أن تقوم بالمعادلة في بلدك سواء مثلا مغربي أو مصري أو كذا أول شيء سوف يرون مثلا لديك شهادة حصلت على شهادة الطب سينظرون هل لديك تنوية عامة علمية إذا لديك تنوية عامة علمية سوف يقومون لك بالمعادلة في بلدك أما إذا كانت لديك أدبية فلن يقوم لك بالمعادلة وبالتالي سترمي حرفيا سترمي شهادتك وستضيع لك كل سنوات دراسة التي ضيعتها في روسيا هباء منطورة فالسؤال الآخر هو أنك هل يمكن أن تشتغل بشهادتك في روسيا؟ شوف مثلا أنت أدبي وأتيت هنا مثلا وحصلت على مثلا باكالوريوس مثلا كمبيوتر ساينس كما قد في روسيا لا يهم هذا الموضوع يمكنك أن تشتغل في الشركات الخاصة لكن الشركات أو الأماكن الحكومية لن تشتغل لماذا؟ أنه أولا يجب أن تكون لديك جنسية المشروط العمل في روسيا في الأماكن الحكومية ضروري أولا أن تكون لديك جنسية روسية بدون جنسية روسية لن تشتغل بينما في الشركات وكذا فصاحب العمل هو حر بتشغيل أي شخص أراد فهم؟ يعني مثلا لو أنا مثلا روسي ولدي مثلا شركة برمجة مثلا وآتاني جاء لي شخص مثلا أجنبي ليست لديه جنسية روسية وكانت لديه فقط تنوية عامة أدبية ولكنني وجدته ممتاز في المجال الذي أدرس فيه من المجال الذي أشتغل فيه أو المجال أو الملحة التي تذهب فيه شركتي أنا كروسي مثلا لديك كامل حقا أشغلك فقط الفرق هو أنه سيدفع عنك درائب أكثر من لو شغل شخص روسي لهذا أفضلية الشركات الخاصة في روسيا يفضلون تشغيل الأشخاص الروس إلا إذا جاء مثلا شخص أجنبي وأتبت لهم أنه ممتاز في مجالي مثلا أنا هذه السنة كان لدي أجسد يعني درسني مادة الويب ديزاين وهو نفس الوقت مدير شركة ماركوتينج في نفس مدينتي ذات يوم عندما كنت في شركته وجدت العديد من الأجانب موجودين في شركتي يشتغلون معه خصوصا هنود وبعض جنسيات أخرى لما أتعرف عليها لماذا؟ لأنهم أتبتوا أنهم ممتازين في ذلك التخصص أما أن تكون فقط شخص عادي يمكنك أن تشتغل لكن حضودك ستكون أقل فهم؟ كذلك من ناحية أخرى بالنسبة لك أنت إذا كنت حاصل على شهادة التنوية العامة أدبية فمن وجهة نظري فقط لا داعي لا يوجد أي معنى ولا يوجد أي داعي أن تأتي إلى روسيا مثلا لدراسة في الجامعة لدراسة التخصصات الأدبية فهم؟ لماذا؟ لأنك أكيد في بلدك سواء أنت مصرية أو مغربية وكذلك نتحدث مثلا مع المغاربة مدام أنت مثلا يمكنك أن تدرس ذلك التخصص في المغرب جنب أهلك مجانا قريب لك فهم؟ في بلدك كما قلت مجانا؟ لا ما هو المعنى أن تأتي إلى روسيا وأن تدرس نفس ذلك التخصص وتدفع المصاريف كثيرة ومصاريف المعيشة ومصاريف الطيارة وموضوع الوتائق فهم؟ الغربة فهم؟ لا ولا شيء لأنه أصلا لا يوجد امتياز كبير يستحق أن تأتي إلى روسيا لدراسة التخصص الأدبية فهم؟ هذا روسيا أنا أراها جيدة للأشخاص الذين مثلا لم يستطيعوا دراسة التخصصات التي كانوا يريدون دراستها بالتالي روسيا تفتح لهم الباب لأن روسيا كما قلت لا تهتم بالنقطة التي لديك في التنوية العامة يمكنك أن تدرس هنا أي شيء تريد فهم؟ كذلك مثلا أنا أنصحك مثلا في بعض الأشخاص يكون رغم أنه لديه تنوية شهادة التنوية عامة أدبية لكنه يحب دراسة التخصص ما ولا يستطيع دراسته في بلده مثلا الويب ديزاين فهم؟ إذا كنت تحبه وتظن وفقط أزل من دهنك أنك ستشتغل يعني إنسى أو على الأقل تكون تعرف أنك عندما ستعود لبلدك لن تحصل على المعادلة فهم؟ وكذلك يجب أن تحسبها جيدا لأنك يجب أن لا تفكر أنك بمجرد أن تأتي هنا وتدرج في روسيا مثلا علوم الكمبيوتر أو شيء من هذه التخصصات فستعمل بسهولة فهم؟ فقط كن واعي بهذه الأشياء لكي تعرف الأمور على حقيقتها منذ البداية وتحسب لها الحساب من جميع النواحي وأيضا اقتنعت فكل الشخص صراحة حر في حياته ويفعل أي شيء في حياته جانب آخر هل مثلا في بعض الأشخاص يريدون يأتوني الدراسة في روسيا وأصلا في هدفهم وليس في بالهم العودة لبودانهم للشغل في بودانهم هؤلاء الأشخاص فقط يجب أن يتأكدون تلك البلاد التي يريدون الذهاب إليها بعد حصول على الشهادة في روسيا هل يوجد سيستيم الدراسة فيها؟ سيستيم الدراسي فهم؟ هل هي مثلا مثل المغرب في موضوع المعادلة أو مثل روسيا؟ يعني مثلا يوجد بلاد نأخذ بلاد X مثلا رومانيا أو شيء من هذا القبيل يمكن مثلا في رومانيا أن تعمل لك المعادلة عندما تحصل على شهادتك في روسيا ممكن مثلا هناك أن تعمل المعادلة بدون أن يهتموا هل شهادة التنوية العامة الخاصة بك أدبية أو علمية فهم؟ لكن هناك بدان أخرى لا لن تعطيك المعادلة أو لن تعمل لك معادلة في بلدها إلا إذا كانت تخصصك مماتل لتنوية العامة التي لديك وكما قلنا صراحة الآن رغم أن العالم تطور فهم أصبح رغم أن هذا الأمر لا زال موجود ولكن موضوع الاهتمام بالشهادات أي شهادة لديك كذا أصبح يقل خصوصا من طرف الشركات فهم؟ الناس أصبحت الآن تهتم شركات خصوصا شركات محترمة والكبرى أصبحت تهتم فقط بما يوجد في دماغك حاليا في هذه اللحظة التي نتكلم أو أتكلم معكم في هذا الفيديو يوجد عشرات أشخاص الذين يشتغلون في شركة جوجل أو مايكروسوفت العالميتين بدون شهادات بدون شهادات فهم؟ وممكن لكم مثلا أن تسمعوا هذا حتى في مثلا في سمعته مرة إيرون ماسك طبعا الكل يعرف إيرون ماسك قال مرة وسألوا أحد المدير هل العمال التي لديك في الشركة هل تهتم بشهادتهم؟ قال لا إطلاقا يأتي مباشرة تعمل معها يعني يختبرونك يختبرون مستوى يعني المستوى التي تمتاز فيه في مجال هذا الذي تريد أن تشتغل به إذا أقنعتهم فمباشرة يمكنك أن تشتغل بسهولة كما قلت في شركات بعض الشركات موجودة حتى في مدينتي يوجد الكثير من الأجانب الذين يشتغلون وأنا أفهم وأعي 100% أن هؤلاء الأشخاص مدام يشتغلوا في ذلك المكان إلا أن مستوهم مرتفع يعني يستحقون يعني صاحب العمل مستعد أن يدفع ضريبة أكثر من أزل أن يوظفك إذا كنت ممتاز في تخصصك أتمنى أني شرحت كل شيء في هذا الفيديو ويسر الله أمركم والسلام عليكم ورحمة الله